هل سرعة صعود شهرة بعض مشاهير مواقع التواصل وسرعة هبوطهم وفقدهم النجومية المزعومة مؤشر يجب الانتباه له؟ في الحقيقة بدرية هو مؤشر يجب الانتباه له بصورة كتير ضرورية لأنه الإعلامي اللي موجود على وسائل التواصل الاجتماعي أو الشخص المشهور بلاش نقول الإعلامي هو يعني ممكن يصعد بسرعة إذا عمل إشي كتير خارج عن المألوف زي مثلا السيدة اللي في فترة من الفترات كانت بتقول لسينيور أوباما قدي كان لها دور وشهرة لكن دولة عليها الآن ليس لديها محتوى وما في حدا بتابعها نفس الإشي الشاب اللي غنى قبل فترة أغنية للخبز الصامولي اللي هو عيش السمون اللي إحنا بنسميه هون سمون برضو أين هو الآن؟ هو غنى أغنية زمان وإحنا صغار في المدرسة طلعت أغنية اسمها الأولاكي إن شهرت شهرة مش طبيعية يمكن باعت ملايين الأسطونات أو السيديهات ولكن أين المطرب الآن؟ إذن هاي فقاعات بتنشهر فترات معينة نتيجة إنه هم بيلعبوا على وطر حساس عند المطلقي بدهم يتسلوا بدهم يرؤسوا بدهم يغنوا أوكي بنشهروا فترة ولكن بعدين إذا ما كان فيه محتوى بيروح وبتذهب شهرتهم أدراج الرياح مهم كتير إذا كان الإعلامي اللي بيقدم شي على التلفزيونات أو الصحف الورقية أو المطبوعات حابب إنه يكون قوي على السوشال ميديا إنه يشوف السوشال ميديا كيف بتتأوى أو كيف أنا شهرتي عليها بتتأوى أول إشي الموهبة هي من عند رب العالمين والقبول هو هبة من رب العالمين إحنا ما بنقدر نعمل في شي ولكن ممكن نطور في الحضور وفي الكاريزمة لأنه ما في معد على السوشال ميديا أنت المعدة أنت اللي بتتحدثي مع الناس بشكل مباشر مهم كتير السرعة والمستقية وأنقل الناس من أجواء الإعلام التقليدي إذا نقلته كما هو وين الجديد ما هم أصلاً زهقنين من الإعلام التقليدي لازم أخدهم شوية لحياتي ليومياتي ولكن دون إفراط ودون أيضاً أن أكون قليلة الظهور بحيث ينساني الناس لأنه المعلومة متجددة والخبر دائماً لازم يكون جديد حتى يواكب اللي عم بيصير بالمجتمع وأيضاً الإعلامي لازم يواكب اللي بيصير بالمجتمع ويعلق عليه ويكون إلو دور فيه وينتبه من المحاذير اللي بتبعد الناس عنه